السلام عليكم ورحمة الله في هذا العرض التقديمي سنتعرف على خدمة من أشهر الخدمات التي تقدمها شركة جوجل وهي خدمة جوجل أدسنس وهي مهمة لأصحاب مواقع من أجل تحقيق مداخل إضافية هناك الكثير من الطرق التي يمكن لأصحاب مواقع التحقيق أو استخدامها لتحقيق المداخل مثل تسويق بالعمولة مثل عرض الإعلانات بشكل مباشر بحيث أن المعلنين يتواصلون مع الموقع ويقول موقع بعرض الإعلانات بشكل مباشر أو التعاقد مع وسيط وغوغل أدسنس هو عبارة عن وسيط وسيط بين الناشرين وأصحاب المواقع وبين المعلنين إذن سنتعرف على هذه الخدمة ما هو جوجل أدسنس جوجل أدسنس هو برنامج تقدمه جوجل يسمح لمالك مواقع الويب بتحقيق الدخل من محتوى الويب الخاص بهم عن طريق عرض الإعلانات على مواقع الويب الخاصة بهم إذن فطريقة عمل هذه الخدمة هي عرض الإعلانات على المواقع يمكن للمعلنين إنشاء إعلانات تستهدف كلمات رئيسية وموضوعات محددة تتعلق بمحتوى الويب عندما ينقر الزائر على أحد الإعلانات يحصل مالك موقع الويب على عمولة إذن طريقة تحقيق أو الطريقة الرئيسية لتحقيق الدخل من جوجل أدسنس هي النقارات هذا بالنسبة للمواقع نحن نتحدث عن المواقع وليس مثلا عن قنوات اليوتيوب تبدأ عملية استخدام جوجل أدسنس بالاشتراك للحصول على حساب على موقع الويب أدسنس خاص بخدمة أدسنس طبعا هذه لقطة شاشة من الصفحة الرئيسية للموقع موقع الخدمة وهنا الرابط المباشر للخدمة إذن أدسنس.google.com تبدأ عملية استخدام جوجل أدسنس بالاشتراك للحصول على حساب على موقع الويب أدسنس بمجرد الموافقة على الحساب يمكن لمالك موقع الويب اختيار أنواع الإعلانات التي يريدون عرضها على موقع الويب الخاص به يمكن أن تكون الإعلانات بأشكال مختلفة مثل الإعلانات النصية أو المصورة أو الفيديو أو الإعلانات المتجاوبة التي تتكيف تلقائيا مع الجهاز وحسن شاشة الزيق طبعا جوجل أدسنس لديها خدمة جديدة هي أحدث الخدمات وهي الأدسنس أو الإعلانات التلقائية لحيث لست مضطرا حتى إلى اختيار أفضل الأماكن لعرض الإعلانات فالوضو أدسنس تختار بشكل تلقائي أفضل الأماكن لعرض الإعلانات في موقعك يضع مالك موقع الويب بعد ذلك رمز الإعلان الذي يوفره أدسنس على موقعه على الويب الرمز وكود تقوم بوضعه على الشفر الخاص بموقعك تحديدا أعادة على الشريط الجانبي طبعا هذه الوحدات الإعلانية بعد وضع الرمز في الكود الخاص بالموقع الخاص أعادة على الشريط الجانبي أو الرأس أو التذيل أو داخل المحتوى نفسه سيعرض أدسنس تلقائيا بعد ذلك الإعلانات ذات الصلة بناء على محتوى موقع الويب واهتمامات الزائر عندما ينقر الزائر على الإعلان يتتبع أدسنس النقرة ويحاسب المعلن على النقرة ثم يدفع أدسنس للمالك أو لمالك موقع الويب جزءا من الإيرادات المقتسبة من النقرة يعتمد المبلغ المدفوع لصاحب الموقع على عوامل مختلفة مثل نوع الإعلان وعرض سعر المعلن وموقع الزائر طبعا الأرباح تختلف أرباح النقرة تختلف هناك كثير من العوامل مثلا نوع الإعلان الدولة التي دخل منها الزائر وطبعا كثير من العوامل الأخرى مثل لغة الموقع فمثلا إعلانات باللغة الإنجليزية ليست هي باللغة الفرنسية أو اللغة العربية يوفر أدسنس أيضا أدوات وتقارير لمساعدة مالك مواقع الويب على تحسين أداء إعلاناتهم وزيادة أرباحهم تتضمن هذه الأدوات اقتراحات مواضيع الإعلانات اقتراحات مواضع الإعلانات وتقارير الأداء وإعدادات توازن الإعلانات للتحكم في عدد الإعلانات المعروضة على موقع الويب طبعا بالنسبة لغوغل آردس فهي توفر الكثير من الأدوات منها ما يتعلق بالتحكم في الإعلانات عدد الإعلانات أماكن الإعلانات شكل الإعلانات يمكنك مثلا فلترة الإعلانات مثلا إذا كنت لا تريد مثلا عرض الإعلانات خاصة بالقمار مثلا أو الكازينوهات يمكنك حذر هذا النوع من الإعلانات إذن باختصار فجوجل آدسنس هو برنامج يسمح لأصحاب مواقع الويب بكسب المال من خلال أهرض الإعلانات ذات الصناع على مواقع الويب الخاصة بهم باستخدام آدسنس يمكن لمالك مواقع الويب استثمار محتوى الويب الخاص بهم هذا هو الهدف الرئيسي من هذه الخدمة وتمكن أصحاب المواقع من تحقيق مدخول إضافي عن طريق عرض الإعلانات وتتكفل أو تتكفل خدمة جوجل آدسنس بإدارة هذه الإعلانات طبعا من أجل تحقيق أرباح أكثر هناك الكثير من العوامد مثل نوع المحتوى الدولة أو زيارات أكثر زيارات من أي دولة تأتي وأيضا لغة الموقع لها دور في حجم الأرباح من موقعك إذن بخلاصة كان هذا هو عرض تقديمي عن هذه الخدمة خدمة جوجل آدسنس شكرا لكم شكرا لكم